نيجي على الجزئية الخاصة بالسرشنج وهنبدأ بأول طول عندنا وهي جرب والكومند ده او التول دي يعني هنستخدمها بشكل كبير جدا طول ما احنا بنتعامل مع الكومند لايند تعالوا نشوفها بتستخدم ازاي دلوقتي لو هنشوف الفايل اللي اسمه اسد و التكست ده بوا ايه هنلقى جواد كلام ده طيب جرب بتعمل ايه جرب مني بدار نقول ان هي بتدور على كلمة معينة في فايل تشتغل ازاي بكتب اسم التول جرب واسم الحاجة اللي انا عز ادور عليها لو انها مثلا باس واسم الفايل اسد و التكست سيدور علي كلمة باس في اسد و التكست سألو انتر لان كلمة باس موجودة في السطر ده والسطر ده لانها موجودة هنا في الاول هنا طيب هو لما جابش كلمة باس ديت ولا الكلمة دي ده لانه انا مدهاله في هيئة اسم الليتر هنا كده و دي كابيتل عشان كده هو ما عارفش يلاقيها لكن احنا معظم الوقت بنستخدم جرب باننا نكات الفايل و نعمل بايب زي ما اتعلمنا في الحلقة اللي فاتت وقول له جرب و الكلمة اللي انا عايزها مثلا باس ده معظم شغلنا ببقى بنفس الطريقة دي كده و هي دي طول بكل بساطة لكن بيكون فيها اوبشنز تانية كتير يعني بتدي الواحد سماحية اكبر و بتعامل مع الملف يعني لو مثلا لو قلت له داش اي عشان يجنور اللي هو الاحرف الصغيرة والكبيرة و بتقول انتر ساعتها هنلاقي انه عرض الكابيتل منها و الاسمول في نفس الوقت و زي ما احنا عارفنا لو انا عارف في التول دي ايه الاوبشنز اللي فيها بكتب جرب داش داش هيلب ولو شوفنا هنا هنلاقي ان داش اي مثلا بتاجنور الكيس سنستيف سواء الاحرف كبيرة ولا صغيرة و عندنا هنا برض حاجة زي داش بي هنجنور ان انا مدهوله تعال نشوفها نعمل نفس الكومان تاني انتفقنا ان لو قلت له دور على باس اللي هي سمول بس كده هيلاقيه هنا طيب لو قلت له داش بي سمول هجيب عكس ده خالص هيجيب الحاجات اللي ما فيهاش باس سمول و عشان نشوف الديه التول دي بتوفر عنه وقت كبير جدا لو جيت اعرض الملف الاسمه فايند مي ده ولو كات فايند مي هلاقي في كل الكلام ده لو انا عاوز ادور على كلمة معينة في وسط الكلام ده كله لانه وكيد طبعا لو هدور عليها بعين كده الموضوع هياخد وقت كبير جدا فاقول له جرب داش قوي مسلا عشان يجيب كل اقول له فلاج انا عارف ان في فلاج هنا في مكان ما وحابب ان ادور عليه اقول له انتل ساعتها طلعه لي من وسط الكلام ده كله فشايفين قدي التول دي ممكن فعلا توفر عنا وقت كبير لو انا مسلا بجرب على كلمة معينة او بدور مسلا على دي معين في فايل تيكست كبير او يوزر نيم والحاجات دي كلها طبيعي انا مش هدور عليها بالشكل التقليدي ده طبعا في اكتر من تول بتعمل كده لكن دي اسهل واحدة والناس كلها بتستخدمها ممكن برضه نشوف امثلة تانية لواحد بيستخدمها دوما هو بيشتغل خش على يوزر ده هنلا عندنا ان اوض فايل هنا مثلا اعمل لكات في حوالي عشرة الالف باسورد لو انا حابب ان انا اجرب على كلمة باس اللي اطلعت في الكلام ده كله حابب مثلا ادور يعني مش على كلمة واحدة لا على اكتر من كلمة ممكن اقول له كده باس او باسورد مسلا او باس تابيو دي انا وضغط انتر كده هنلا مش عرض لحاجة لانه هو اخد الكلام اللي وبين الدابل كود دول يبحث عليها ككلمة واحدة بس وسط الكلام ده كله طبعا انا شاية مش موجودة زي ما احنا شايفين فمش لقاها طيب انا عشان احل المشكلة دي باجه هنا قبل علامة الار دي اللي عملاني مشكلة وضع لها باك سلاش عشان اجنور الكلام ده واجه هنا برضو وضع لها باك سلاش وضع انتر هل هي فعلا عرضهم لي بس عشان نوضح للمنسال بشكل افضل نكتب هناك كلمة تانية مثلا لو ادمن هل هي شايفين عرض لي فص الكلمات او باسورد كلمة ادمن بمختلف الاشكال بتاعتها بدور عليها ولا اياه وكده انا عملت اجرب باكتر من كلمة مش كلمة واحدة انا احبى مثلا ان انا كنت اجربة في الاول خالص على الوزر نيم والباسورد اللي هم ادمن طلع على كل الكلمات اللي بتحتوى على كلمة ادمن و باسورد بشكل كامل طبعا جربة نستخدم معها الريجلر اكسبريشن بحيث انها تكون باورفول اكتر وانا باشتغل طب ايه هي الريجلر اكسبريشن دي او الريجكس دي ببساطة اعتبر لها علامات زي الدولار ساين والاكواس والبراكتر نشوفها حتى على جوجل ريجكس انباش هنلاحظ حتى ان هو هنا مستخدمها مع اجرب عشان ده الكومان نيوز يعني بتاعها بان استخدم مع اجرب تقدر تستخدمها طبعا مع تول الثانية بس ده اشهرهم وابساطهم زي ما قلنا لو شوفنا حاجة زي كده مسلا بيقولك انت لو استخدمت ده واحطت جواها اي رينج سواء ارقامة او حروف هيجرب على الكلام ده تعال نشوف مسلا مسلا بسيط اقول له جرب احنا انتفقنا كده وقال له مسلا من زيرو لتسعة اقول له انتر اي باسورد في رقم من زيرو لتسعة هيعرضه لي هنلاحظ هنا ان ما فيش ولا باسورد هنا عبارة عن احرف مسلا لا كلها فيها احرف وارقام ممكن اقول له مسلا اعرض لالحاجات اللي بتبتدي بكلمة باس بالشكل ده بالزبط اقول له انتر قال له لا ما فيش حاجة بالشكل ده لو عملنا بس بي كابيتل فيش برضه لان اصلا الاس دي كلها لور كيس يعني اقول له بي بس كده باس هنلاقي فعلا اعرضلي كل الباسورد اللي بتبدأ بالكلمة دي واخر حاجة ممكن ناخدها السريع برضو كده لو شوفنا مثلا الكلمة باسوردس اللي هنلاقي تبتدي بحرف بي وعندنا واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبع حروف النص واخرها اس تمام انا ممكن اقول له ثاني اني احصل على الكلمة دي اللي هي باسوردس ممكن اقول له هاتلي حاجة بتبدأ بحرف بي والنقطة دي معنى ان فيه حرفين انا مش عارفه فانحنا اتفقنا ان نعد سبع واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة قول له حرف الاس رضت انتر اللي هي اعراض لكلمة وقاب بقى كل الاحتمالات الاحرف اللي ما بين البي والاس فهي قدر على السريع وشايفين ادية لو الواحد بيستخدمها في شغله يعني هتوفر عليك وقت كبير جدا هتخيل لو انت بتبحث ماني ولا على حاجة زي كده شوف هتاخد منك اد ايه طبعا مش اصدع على كنترول اف وتبحث عن حاجة لا لو بتدار مسلا على حاجات فرينجو معين او بالشكل الفلاني يعني حتى ممكن برضو تعمل ما بين كل الحاجات مع بعض ممكن قل به مثلا انا علاقه احتجاب تبدي لانتفقنا ان الي ده ده علامة الروانissant يعني ممكن قل له مسلا انا عاق준 اف بتطعها من اه لف مثلا وي dt كون البداية بتاعتنا يعني اكتبتدي مش بحارف اي بس لأ من اي لحد اف والله هتجاب اللي كله هلا هي هنا ايه وهنا الي ده وادي الحاجات لكلها ما بين ايه والพركة هلية مجا أن نجد ايه حاجة فوق جدا جدا خلص فالفادي شفنا عدي ماOh فعلا لو الواحد بيستخدمها وهو بتعامل مع التكست. خلصنا من نجرب. نيجي على بتعمل ايه? في البداية زي ما قولنا قبل كده حاولتوا بقى عارف اسم التول بتدل على ايه? عشان تبقى دايما فاكرها ما تنساش وانت بتشتغل. هنا اختصار لستريم ادتور. يعني بتخليني ان انا اعمل ادت لفايل مثلا من غير حتى ان انا افتحه. وهو شغال كده استريم كده قدامي. وفاكرين حتى التول بتاعة المرة اللي فاتت اللي كان اسمها تي. اللي كانت بديلها انبوت. بيطلعه من هنا كده. ومن هنا كده. دي كانت برضو لو هنشوفها هنلاحز ان هي على حرف تي. وتي اي اي كان اختصار لكلمة تي يعني في النطق بتاعها. وهم بيكتبوا الاختصارات بتاعتها كده عشان طبعا انت مش هتكتب في الكومند ستريم ادتور كاملة عشان تجرب تستخدم التول. لا هي واكلمة ست بس اختصار لها عشان تستخدمها. حتى الكومند بتاع كات يعني هو كات مش معناها الحيوان الاليف لا. كاتن اختصار لكون كاتنيت. وده معناها زي التسلسل. طب هي ليه اصلا ما تسمتش زي مثلا مش كاد بتاعرض المحتوى اللي جوان ملف. ليه ما سموهاش لما نيجع على تول بتاعت هنعرف الجزئة دي ليه هي تول اسمها كات ومش مثلا. رجع تاني. لو رجعنا هنا كده هشوفنا هو في الكلام ده. السنتكس بتاعها تعريبا بيكون نفس السنتكس بتاع يعني غالبا بيكونوا كلهم مع نفس النمط. بكتب اسم التول واسم الحاج اللي انا عايز عملها. وبعدين بتدي الاسم والملف. فبالنسبة بتكون بالشكل ده كده. بقول له هنا اس يعني اعمل لي سبستيو او بتدي الله الكلام اللي هنا كده. لوا مسلا كلمة بالكلام اللي هنا بكلمة مثلا کده. بس كده. وادي له اسم الفايل. اللي هو اس الاسم التول سيد اختصار لستريم ايدوتور. وده السينتكس بتاعها. بقول له اعمل لي سبستيو او ب Sicherheit او بدي اللي القلام اللي هنا باللي هكتبهه لك هنا كده. وده الفايل اللي هتشتغل عليه. قل له هلاقي فعلا شال كلمة باسورد وعمل بداية لها كلمة وطبعا ما مشارش الكلمات اللي تحت عشان ده ما اتفقنا قبل كده. ممكن حتى اعمل لها بايب تاني. وقل له نفس الكوماند. قل له هلاقي راح فعلا واخد اللي كان هنا. اللي خلاص تبدل فيه كلمة باسورد بادمن بعدها هتطور على باسورد وغيرها بكلمة حتى نلاقي هنا الاس مكان اس الاديمة دي. لو جيت اعارض. الاس هلاقي لسه زي ما هو. ده زي ما اتفقنا لانها بتعارض لك هنا على الشاشة. لكن انا ممكن بكل بساطة. اعمل نفس الكوماند. وعملوا زي ما اتفقنا في الحلقة اللي فاتت. على مسلا فايل اسمه نيو مسلا. واعارض نيو. هلاقي فيه الحاجات اللي نعمت له. لكن لو عارضنا اس دوت تيكست. هلاقي لسه فيه الحاجة القديمة. طبعا انت خال ان لو معنا فايل حجمه كبير جدا مسلا ما قدرش ان افتحه هنا. وحاب ان انا اعدي الكلمة فيه. يعني صعب ان انا افتحه. فممكن نختار حاجة زي كده. كماند زي ده. يقدر نيعدل الملف حتى من غير ما يعرض لأود بتاعه خالص. انه زي ما احنا شايفين. دعمات تاني. فا. مافيش اود بتبطل عشرة زي ما احنا شوفنا. ونشوف مثال على كده في فايل كبير احنا اصلا مش هنقدر نفتحه. لكن نقدر نعمل على ايدة اللي احنا عايزين وكله. وف مكان. حاب انا اعمل تعديل بس على الملف على السريع كده. تعال نشوفه. نانو اس دوت تيكست. هضيف هنا كلمة. باسورد تاني. وهنا باسورد. وهنا برضو. باسورد. 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 اعمل. واطلع منه. كلير. لو تو نفس الكومند. اللي احنا استخدمناها هنا كده. دوت انتر. هنلاقيه. جي هنا في اول سطر. اول كلمة اسمها باسورد لقاها. غيرها الادمن. تمام. لكن ثاني كلمة وثالت كلمة ما شفهمش. وجعل السطر الثاني. اول كلمة عشان هي ابر كيس. فما شفهاش. ولا دي. وده الطبيعي يعني. لكن جعل كلمة باسورد اللي في الاخيرة. وغيرها. اللي هي كانت موجودة هنا كده. طيب هو اللي ما اغيرش دول. كان لازم اضيف له كلمة. في الاخر هنا حرف جي. اخسر لجلوبل. يعني اضغر في الملف كله. على الكلام ده وغيره. لو ضغطنا انتر. هلاقيه فعلا دور على كل الباسورد وغيرها اللي انا عايزه. طبعا ممكن برضو اشيل ده كده. واعمل كات. واعمل كات. واعمل بايب. يعني ازا ما احنا عارفين. لو عملت كات الفايل. وعملت اي كماند. هيودق الاوتبوت هنا. ويعمله هنا كده. ضغطنا انتر. نفس الاوتبوت بالزبط. كده عرفنا بتستخدم في ايه? شوف تول اللي عندنا بعدها وهي ودي من الاسم. نقدر نعرف ان هي بتعمل للحاجة. لو عندي مسلا في عشرة مليون باسورد. وحبي ان انا مسلا اقسمهم بحس ان انا اعمل او او اجربه مسلا على ايميل معين. واحبي باستخدم اكتر من جهاز بحس ان هم يوفروا على وقت. فكل جهاز ياخد جزء من الاسم دي ويجربها هو. تعالي نشوف مثال عليه. انا هعمل فايل على السريك كده يكون في عدد من الكلمات. وهنشوف ازاي الملف ده هنقدر نقسمه باستخدام التول اسمه سبلت دي. معاليكم اللي انا كتبتوا ده. كل ما انا قلت له عملي لوب من واحد لالف. وفي كل مرة اطبع لي الشكل ده كده. وهنا يقول واحد اثنين ثلاثة اربعة كده. وبعد خذهم له الفايل. طبعا ده باشت سكريبتنج. وانا اعرفه في الميديو للخامس ان شاء الله. مش عايز حدي الا بس من حاجة دي. انا عايز بس ده. عشان اعرض الفايل ده. شايفين? دون متر التبين. اعتقد من واحد لالف. انا حابين انا اعمل لهم كل مية مسر. اول مية. بعدين تانية مية. لحد الالف. وكده يكون عندي عشر ملفات. فاقول له كده. اقول له سبلت. داش ال يعني عدد لينز. اقول له مثلا سبلت بالمية. حي سبلت ايه? طبعا انا عارفين السنتاجس بيكون واحد. بقول له اسمي تول. واللي انا عايز اعمله. بعدين اسم الفايل. اللي هو اسمه فايل اصلا. وسبلت لي على. طبعا ده اسم. ده مجرد اسمي بحت. انا عمل بس هنا كده عشان او ريكو الاوتبوت بيطلعت ازاي. طلعش اي اوتبوت. وده معنى ان هو كالبين تم تلع عملية من غير اي مشاكل. اعمل الاس. هلقي عندي اي 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 بي و اي سي و دي و اي. لو هنعدهم واحد اتنين تلائة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. ومفى لان عشرة كل فايل فيهم. يعني مسلا الاولاني هيحتوي من واحد لحد مية. ومن هنا من مية واحد مفتح الملف او عمله ايدت بنفسي. حاجة زي كده لو افكر ان انا عملها مانوال شوف هتاخد منك وقت قدية. نعمل كات حتى ان اي اي اي. هلقي عارض فعلا من واحد لحد مية. نعارض الاخير خالص. اي جي. هلقي عارض لحد الف. ومن اول تسعة مية واحد. فاكرين لما قلت ان كات عكس سبليت. كل اللي بتعمله بتقسم الكلام ده. يعني لو عندي فايل هتقسمه كزا حتة صح? طيب كات قلنا اختصار لنا كون كاتينيت. وده معناها حاجة زي المتسلسلة كده. لو انا جيت قلت له اعمل لي كات. لنيو. ايه. نيو بي. انا اقول الفكرة انا قلت له كات. واديته اسمها الفايلز كله. ضغط انتر. هلقي رصهم لكلهم تحت بعض. زي ما احنا شايفين كده. وده عرفنا ازاي ان كات اختصار مثلا لكون كاتينيت. وليه مثلا مش اختصار لبرينتر. لانه يباخد كل الملفات اللي بتدهله وبيسلسلهم كلهم وارا بعد كده. حاجة زي كده ممكن تفيدني في ايه يعني غير الاسبليت ده. في باسورد فايل في الكاليينيكس باي ديفولت. اسمها روكيو. تعالوا نشوف يا فين. نعمل كومند بتاع لوكيت. اللي شوفناه قبل كده. لوكيت. روكيو دوت تيكست. قال لي والله انها موجودة هنا كده. تعالوا حتى ننوح للمكان ده. هلقيه هنا كده. سيئة معمولة بشكل مضغوط. اشراهم شايفين حتى مساحتها قليلة ازاي. شايفين لنا جيب مجالة اعمل بايدفولت وده على التمب. وحنا عرفنا التمب قبل كده. لو انا نسيت فيه اي فايلز. او حجمه كبير مثلا او صغير. مجرد ان انا اعمل بتختفي. اقول لو ماشي ودهه لهناك. خلص. يوح ليها كده. شوف ده. طيب عاود نفسك دايما ان انا لو قدام اي فايل. وما عرفش الفايل ده جوا ايه او. المحتوى بتاعه. ما روش افتاحه على طول. انا لو جيت افتاح على طول. الله هلم لو اتبت بتاعه كبير ولا صغير. ممكن يهنجلك الجهاز كله. فاقوم يعمل له كده. وده على دبو سي على طول. وهو والله يقلل ده هو فيه اربعتاشر مليون باسورد. اربعتاشر مليون مسلا نيو لاين. فايتخالي حاجة لو كده لو انت عرضتها على الشاشة. حتى عرضنا هنا. مش هتخلص دلوقتي خالص. حاجة زي دي اللي انا عايز اعمل لها بنفس الطريقة. ده اشقل. قوله مسل مليون. سواني خلصها. وطلال اوت بودة كله هنا. لو جيت اشوف حتى اول واحدة. ده بيو سي. اللي والله دي فيها مليون باسورد. وكده شوفنا سبيلت اللي بتتكلم عنيه. وازاي بنستخدمها في موقف مهمة زي ده. لسه عندنا الهيد والتيل. برضو من الاسم مش محتاج اي تفسير. الهيد معناها الرأس. لو انا عنده مسلا فايل كده. حابي ان انا اعرض. اول شوية منه. او اخر شوية منه. ميتر من انا افتحه كله. فهدوه الكومند اللي انا بحتاجه. تعال نشوف. لو جينا مسلا على حاجة زي روكيو دي. وعرفنا ان هي مسلا جوها اربع طوش مليون بس لا ما عرفش ايه اللي اربع طوش مليون دول بالزبط. هممكن اقول له. شايفين? اعرض لي بس اول عشر لين زي منها. وده بي ديفولت يعني. عملنا تيل. اللي عكسها بالزبط. اعرض لي اخر عشرة لينزي منها. نعمل كلير. طبعا راكم عشرة ده انت تقدر تغيره براحتك. يعني لما بس هنهد. داش ان. نمبر. خلالها حاجة مثلا مثل عشرين. روكيو. فعلا اعرض لأول عشرين منها. اكون تشبع محتاج ان انا اروح هنا. وافتح الفايل بنفسي. طبعا اشان افتح حاجة كده. شايفين انها تاخده قديه. بيكون التعامل معها صعب. وده لما ذكرت في اول الحلقة خالص. ان احنا اللي بنستخدم حاجة زي الكال لينيكس. وشايفين سؤالة الاستخدام. لو انا بجارة بعمل اي تاسك بالطرقات التقلودية. حتى شاكدوها خد وقت كتير اصلا. وبين ان انا استخدم الكومند لاين. كلير هنا. رجع تاني. نشوف ايه اللي فاضل. لسه القات والاك. ودول نقدر ان نعتبرهم بالزبط زي الجريب. سيقدر تستخدمهم بشكل دوري. كل اللي هي بتعمله. سواء القات او الاك. ال اي دابيو كي دي. انا عندي مثلا تيكست زي ده. وحبي ان انا اقسمه بالسبيس اللي هنا دي مسلا. هي تول دي. او دي اللي هتعمل لي حاجة زي كده. تعال نشوفها. شوف هنا. نعمل هيد. ايميل. لو ادينا حاجة زي الليس دي. فا ايميل و باسورد. وحبي ان انا اقسم الكلام ده. وافصله عن بعضه. لو انلاحزينها لاني الايميل مفصول بالنقطتين دي. قل له مسلا. ايميل. وعمل له بايب. وقل له. اقطاع لي بالديليميتر او المعامل بتاعي. يخلي العلامة دي. داش اف هتلي اول سطر قبلي. قل له انتر. هلاقي جاب لي الايميل زي كلها. شوف تغال حاجة زي كده بتعملها بايدك. لو غيرنا الاف دي. الاتنين. هلاقي جاب لي الباسورد كلها. وهنا كده كان في العلامة اللي احنا عملنا بيها فصل. طبعا انت ممكن تخلق بتاعك مثلا بايد واحد او 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 اللي انت عايزه. كل ما ده هتشوفه لو انت عملت. داش داش هلو هانا عايز اعمل بايد او حرف وده الديليميتر وده لقى في اختصار الحقل الاولاني او التاني او التالت. حتى ممكن تقول له الاولاني والتاني. هنلاقي عرض لي الاولاني والتاني. طبعا انا قلطه التاني والتالت. طبعا فيش تالت. فهنلاقي عرض لي الباسورد بس. يعني كلها تقدر تستخدمها بالشكل اللي انت عايزه بس انت كل اللي انت محتاجه انك تشوف التول والهلب بتاعها ويعني تاخد نظرة سريعة بس عليه ممكن انت مثلا ما كنتش عارف انها فيها كومند بيعمل بيسابريت باول بيت عمال بتجرب وتعمل سكريبت انه هيعمل حاجة زي كده لا ما هي قريضي اصلا عندك التول وبتعمل حاجة زي كده موضوع بجد فليكسابول خصوصا لما نشوف التول اللي هي بتاعت اي دابيو كي انا اعرف قد انت حتى ممكن تستخدم موضوع ممكن يبنيه لكن ممتاز جدا اي دابيو كي السينتكس بتاعها بيكون كده المساعدة اي دابيو كي سينجل كوت ربين الكوسين هنا بتكتب اللي انت عايزه نعمل حتى كاتل الايميل نعمل بايبلي الكلام ده بنقول له برينت بس وهي برينت مسلا الكلام ده طبعا مسلا برينت اول كولوم يعني العمود الاولاني طبعا ده عشان كل عمود اولاني فمش عرض لنا غيره اطول له مسلا العمود التاني نفيش عمود التاني اصلا نعرض كده العمود التاني طبعا عشان ما فيش شوف ديمو تاني في عمود او احنا فهمنا الفكرة تعال نشوف مثال تاني احسن ده عندينا مسلا في اكتر من كولوم واحد اتنين تلاتة ممكن نقول له كات ودول على ادابيو كي ده السينتكس ده ما احنا اتفقنا اللي برينت العمود الاولاني والعمود التاني طبعا نحطهم مع بعض ده ممكن تسبريت الكلام ده اعملت فاصلة شايفين فوقا اقول له التالت اعرض للتالت بس بنحدي تشيل ده حاجة زي كده انت لو حاب انت تعملها بايدك لو جنا مسلا عرضنا الفايل يعني احبا صعب جدا ان انت تاخد العمود الاولاني ده كده الواحده هتاخدها زي ار انك تحددها كده وتاخدها كابي وتنقلها في مكان الواحده ممكن تستخدمها حتى كجرب نعمل كات هنا ادابيو كي لبرينت لكن يعرض لي مثلا كلمة باسورد زي ما احنا شايفين اعرض لكل الكلمات اللي فيها باسورد بتحتوي على كلمة باسورد بس ممكن حتى تستخدم الريجيكس معاه نقول له ياردل من زيرو تونين لازم نعمله كلا ده نفس اللي احنا شفنا في جرب بالظبط تحال نقول له حاجة مختلفة شوية لو جيت هنا قلت له اف يعني نعمل له حتى كنديشن لو العمود الاولاني طبعا ده كل العمود اولاني فوردي هيرتشيك بس بتروع على كلمة is equal to مثلا باسورد او انتر هل هي فعلا عمل لي الامر وعرض لي كلمة باسورد ممكن حتى اغيرها اي كلام اقول لي لأ كلام ده مش موجود انا عارف ان الموضوع ده قد يكون ريخم شوية في الاول لكن شايفين اديه وممكن يوفر عليك وقت كبير جدا لو انت فهمت هو بشتغل ازاي وهو واحدة واحدة كده وانت شغلت مع استخدامك لأكتر من مرة لتولز دي هتبقى سهل عليك وتبقى عادة اكتر مانا هي مجرد تولز بتستخدمها تعال لخص الكلام اللي قلنا ده كده كله على السريع في مثال واحد كلير هنا ده ملاف في الوجز انا حملته مع الانترنت بتاع الاباتشي يعني انت مثلا لما تعمل لوجين على سيرفر او على موقع معين فكل الريكويست اللي انت بتبعته بتسجل الاي بي بتاعك نوع الريكويست اللي عملته والصفحة اللي زورتها وحتى التاريخ زي ما اتفقنا اول حاجة نعرف حتى حجم الفايل والله حجمه اتنين ميجا نوعا ما كبير اقول له head apache عشان اشوف الفايل ده الcontent بتاعه ايه والله هلقيته بالشكل ده طيب هو في عد ايه اقوله wc apache في عشرة تلاف سطر فمش حابل ان اعرضهم على الشاشة خصوصة انهم شكلهم عامل كده لو هنشوف التركيبة او التركيبة عامل ازاي هنلاقي يبتدي بالاي بي وبعدين مسافة راش داش مثلا هنلاقينا التاريخ وانه اللي كان بيعمله الشخص ده فلونا اشغل مسلا في الشركة وحصل الهجوم على الشركة دي وحابة اشوف مين اللي عمله وكان بيعمل ايه فاشوف حاجة زي اللوك فايل تعال نشوف الاول ايه الاي بي هات اللي داخلت على السيرفر ده في الفترة الاخيرة مسلا نكلير اميل كاد اباتشي زي ما احنا اتفقنا الاي بي في الجزء الاول وبعدين مسافة ممكن اقوله بسهولة خالص كات داش دي والدينامتر مسافة وهتلى عمود الاولاني فلقيه هنا ظهر لي كل الاي بي هات اللي في اللوك فايل ده ممكن حتى استخدم اي بي و كي مكانها اي بي و كي قوله برينت لعمود الاولاني هلية تطلع نفس الاوتبوت بالضبط خلينا مع كت طيب لو هنلاحظ ان هنلاقي في اي بي هات كتير او متكرره فانا عز اشير التكرار ده كله فانا ممكن اقوله بايب وعدين الاوتبوت ده هعملهو ليه ترتيب يعني ثلاث انتر هلاقي فعلا نرتابه بس اللي برضو تكرارس موجود فاقول له بايب تاني اقول له يونيك هاتل الحاجة المميزة بس من ده كله اقول له انتر هلاقي فعلا كل الاي بي هات بقت مختلفة بالاوت بتحطي بقى اصغر لو تو داش سي هعمل لك ليهم كونت لك والله الاي بي ده زارك عشرة مرات الاي بي ده مرة لكن هنعملهم صورت تاني علشان يبينوا بالترتيب الصح صورت وقال له داش ان هلاقي عرضهم لي بالشكل ده في الاخر بداية من الريكوستات البسيطة لحد والله الاي بي هات دي مسلا هي اكتر اي بي هات عملت ريكوستة على السيرفر فممكن ابدأ اركز معهم واشوفهم زاروا ايه وامتى وعلى الصفحات اللي زاروها دي قدروا انهم يأكسسوا منها داتا ولا لا ولا الاخره لا طبعا كله عن طريق الصورت والجرب ازا ما احنا شايفين كده ممكن حتى اقول له هنا هات الاي بي ده مساعدة كله جرب على الاي بي ده فده كل الريكوستات اللي اتعاملت مع الاي بي ده والله انا حابب اشوف ايه الحاجة اللي اعملها ممكن اقول له مثلا نجرب بالي الكلام ده كلمة ادمن هلاني فيه فعلا الريكوست هنا قللك والله هوا من الريكوست الفلاني في الساعة كذا حاول انه يزور الصفحة دي طبعا دي تاج مش اكتر وده نوع البروتوكول والمتصفح وحتى الوبرتنج سيسلم اللي بي استخدامه ولا اخره اعملنا انفستيجات في ثواني للوق فايل عن طريق بس القط والجرب خلص نمي السيرشنج نيجي على مقارنة الفايلز ازاي اعمل compare الفايلز عندي اول طول عندنا هنا هي com وهنا طول التاني هي diff ويختر different لكن احنا نبص على دعا السريع لانها سهلة دي نوعا ما فهى features اكتر وبشنز كتيرة جدا لكن نفس الوظيفة اللي هنا هي اللي هنا وده هنسيبها للناس من ضمن التاسك اتحال تشوف بنفسها ايه الفيتشار المختلفة اللي فيها انا عندي الفايل الاولاني في الريزلت دي الفايل التاني في نفس الكلام ده لكن هنا مية وهنا متين وده الفرق ما بينهم قلت له com ايه الكمان ما بين الكلام ده صدق اف واحد اف اتنين تغط انتر واللي والله العمودي الاولاني ده هيكون فيه المختلف والخاص بالفايل الاولاني والعمودي التاني هيكون فيه المختلف والخاص بملف ده انما العمودي التالت ده هيكون فيه المشترك او الكمان ما بينهم وهو الواحد واثناشر وتلتاشر من حتى اقول له دهش واحد هيشلي صف الاولاني. قلت له دهش واحد واتنين هيشلي الاولاني والتاني. وهيسيب لي بس العمودة التالت. طبعا ده بس عشان هم مش منترتبين. ممكن حتى اقول له دهش تلاتة بحيس انه هتطلع لي الاود بوت الاولاني والتاني. وشل الديفرند. طبعا لو فايل احب تشوف ايه الفرقة بين الاقديم والجديد. ممكن تستخدم كومنت زي ده بسيط جدا يوضح لك الدنيا.